نكست العاصمة الإسبانية الغارقة تحت عبء الفيروس المستجد أعلامها مع أعلان السلطات الرسمية ارتفاع معدل الوفيات بكورونا لتطيح مرة أخرى بالصين وتتربع في المركز الثالث للوفيات في العالم بعد إيطاليا والولايات المتحدة حيث بلغ عدد الإصابات في البلاد التي يقتنها 47 مليون نسمة 85195 اليوم الاثنين و812 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 7300 منذ بدء تفشي المرض في أواء المارس وأعلنت نائبة رئيس خدمات الطوارئ الصحية في إسبانيا خلال مؤتمر صحفي اليوم أن نحو 12298 من العاملين في قطاع الصحة مصابون بكورونا أعلن وزير الصحة السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر بعلاج مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجانا مشيرا إلى أن المملكة تعد من بين الدول العشر الأوائل في إجراء اختبارات التشخيص كما أكد في مؤتمر صحفي له من العاصمة السعودية الرياض أن على الجميع الالتزام بالتعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منوها إلى أنه لا أحد بمنأة عن الإصابة بالوباء القاتل